تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية السادسة في تاريخ الجزائر مذ نهاية عهد الحزب الواحد خمسة مترشحين تقدموا لهذه الانتخابات علي بن فليس، عز الدين ميهوبي، عبد المجيد تبون، عبد العزيز بالعيد وعبد القادر بن كرينا الكتلة الناخبة تقدر بحسب السلطة المستقلة للانتخابات بأكثر من 24 مليون ناخب لأول مرة الاقتراع ينظم من قبل هيئة مستقلة بعيدا عن تدخل الإدارة كما قال محمد شرفي رئيس السلطة الاقتراع سيتم بحضور مراقبين يمثلون المترشحين الخمسة قانون الانتخابات يسمح للمواطنين ولممثلين عن الصحفة بحضور عملية الفرز الانتخابات الرئاسية يمكن أن تتم في دورين في حالة تكافؤ عدد الأسلطة بين مترشحين الانتخابات ستجرى وسط احتجاجات شعبية تميزت بتنظيم عدة مسيرات هذا الأسبوع الجزائر فيس المطاوي لمدي آن شكرا